احتضنت مكة المكرمة اشغال القمة العربية الطارئة بحضور الامير مولاي رشيد الذي يبثل الملك محمد السادس وتنعقد القمة بدعوة من العاهد السعودي للتشاور والتنسيق حول القضايا التي تعريفها المنطقة العربية وبحث سبل تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة ويتضمن جدول اعمال القمة بالاساس بحث الاعتداءات على سفن انتجارية في المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة والوجوم على محطة ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية وتداعياتها على امن واستقرار المنطقة